دعوني أتأمل معكم صورة جميلة هنا أنا وضعتها وأحببت أن نتأملها حقيقة هذه الصورة أحبتي في الله فقد سأضع هنا ربما الكثير إذا رأى هذه الصورة لا يفهم شيئا منها هذه الصورة أنا وضعتها هنا كتبت صورة تثبت أن الحديد نزل من السماء هذه الصورة عرضها موقع ناسا بتاريخ 4 مارس 2007 وقال العلماء إنها صورة لمذنب يبلغ طوله أكثر من 30 مليون كيلومتر وأنه يسبح في الكون ومن المحتمل أن يصطدم بأي كوكب يصادفه ولدى تحليل هذا المذنب تبين أن ذيله عبارة عن مركبات الحديد أما النيازك التي سقطت على الأرض منذ بلايين السنين والمحملة بالحديد فقد أغنت الأرض بهذا العنصر ولذلك عندما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فهذا الكلام دقيق ويطابق العلم وهناك العديد من الدراسات التي تؤكد نزول الحديد من المجرات البعيدة واستقراره في الأرض بما يتفق مع النص القرآني آمنت بالله انظروا أيها الأحبة هذا مذنب له ذيل هنا يمتد لـ 30 مليون كيلومتر حديد الأرض كلها قطرها 13 ألف كيلومتر إلا قليلا 13 ألف هذا 30 مليون مما يدل على أن الكون غني بالحديد الكون غني بالحديد أيها الأحبة لذلك أيها الأحبة أنا أحب فقط أن أتأمل معكم هنا أن أتأمل أحبتي في الله أمطار من الحديد أمطار من الحديد عنوان غريب أليس كذلك أمطار من الحديد في الكون طبعا هنا أنا عملت مقالة طبعا طبعا هذه المقالة الأصلية هنا أيها الأحبة وأنا طبعا هذه طبعا معروضة على موقع space.com موقع شهير جدا يعني أنا أخذت منه الكثير من الأبحاث والدراسات كتبت هنا أحبتي في الله فقط أنا أريد أن أرد على أولئك الذين ينتقدونني ويقولون أنني أروج لخرافات الإعجاز أنا كل ما أقوم به منذ أن بدأت في هذا المجال قبل عشرين سنة تقريبا أنني أخذ الحقيقة العلمية من ثم علماء الغرب غير المسلمين فقط أترجمها وألخصها وأكتب الآية القرآنية التي تتطابق معها بنسبة 100% فقط أنا لا أتي بشيء من عندي هذا من عندكم فإذا أردت أن تنتقد انتقد علمائك لا تنتقدني لأنني أتيت بكلامكم وترجمته انظروا أيها الأحبة هنا العلماء اكتشفوا جورمان يدعى لومان 16 باء ويبعد عنه 64 تريليون كيلومتر تريليون هو مليون مليون التريليون هو مليون مليون يعني واحد وبجانبه 12 صفر هذا الجرم يتميز أن الغلاف الجوي له مليء بعنصر الحديد السائل هذا الحديد يتكثف مثل بخار الماء ثم ينزل على شكل أمطار حديدية أمطار من الحديد في الكون سبحان الله يعني كيف يتم ذلك من هو القادر أن ينزل مطر من الحديد تصوروا أحبة في الله الله عز وجل عندما خلق الأرض جعل الأمطار عبارة عن ماء ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي ماء يعني فيه حياة فيه شفاء فيه روح تصوروا لو أن كوكبنا يمطر حديدا ما الذي حصل لنا هذه نعمة أيضا تضاف للنعم التي لا نراها ولا نشعر بها نعمة نزول الماء لا نشعر بها هنا أيها الأحبة هذا الكوكب القزم البني تتشكل في غلافه قطرات تحوي حديدا ومعاد أخرى طبعا تصل درجة حرارة السحب الحديدية إلى 927 درجة تصوروا السحابة الحديدية يعني الغيوم من الحديد درجة الحرارة 927 درجة نحن إذا جئنا بالماء أحبة في الله بدرجة 100 فقط وهو يغلي يمكن أن يسلخ الجلد سلخا كيف بدرجة حرارة 927 درجة وهذه درجة الغيوم فما بالك بدرجة حرارة الكوكب انظروا أيها الأحبة هذه الصورة طبعا هنا لهذا الكوكب الغريب صورة للكوكب ذي الأمطار الحديدية تصوروا أيها الأحبة هذه سبحان الله وهذه الصورة التخيلية طبعا أن هنا يحدث برق ويحدث ومضات برق ودرجات حرارة ملتهبة سماء لونها أحمر ملتهب تمطر الحديد وينزل الحديد بغزارة أيها الأحبة سبحان الله هذا الجرم مثله مثل الأرض فيه غيوم وأمطار وفصول أيضا له فصول الصيف وخريف والشتاء ولكن المطر فيه حديد طيب ألا نحمد الله عز وجل عندما نزل علينا الماء الذي هو حياة لنا طبعا أيها الأحبة بعد هذا الاكتشاف المثير أصبح إنزال الحديد من السماء على شكل أمطار واستقراره وتجمده ضمن كوكب ما أصبحت هذه العملية عادية تقبلها العلماء اليوم 2014 أنا كتبت هذه المقالة عام 2014 قبل سبع سنوات قديما كانت الفكرة مرفوضة ولكن الآن مقبولة بكل بساطة القرآن أخبر عن عملية إنزال الحديد واستغرب الكثيرون هذه العملية واعتبروا أن القرآن كلام بشر أو فيه خطأ علم لأنها معلومات حديثة سبحان الله يسخر الله علماء غير مسلمين ليثبتوا لنا إمكانية نزول الحديد من السماء قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس إذن وهنا كما لاحظتم أنا أضع المراجعة طبعا كالعادة طيب الآن أيها الأحبة أنا دعوني أتأمل معكم هذا الصدع هذا الصدع في الحديد هذا الصدع في الحديد مكبر مئات المرات أنظروا ماذا يذكركم هذا الصدع الحديد أيها الأحبة؟ والله أنا ظننته عندما رأيت هذه الصورة أنني أمام صخور هنا مستحيل إلا أي شخص ينظر إلى هذه الصورة يرى فيها صدعا بين الصخور الحقيقة هذا الصدع في ذرات الحديد ولكن تم تكبيره مئات المرات بالمجهر الإلكتروني وهذا صدع في الصخور الأرض أنظروا أنا فقط أريد أن أتأمل الصورتين صدع الأرض وصدع الحديد نفس المشهد سبحان الله طيب ماذا يدل؟ أنا أريد أن أسأل أي إنسان حتى لو كان غير مسلم يقول لك الخالق واحد الصانع واحد يعني هل يعقل أنك أن صدع في ذرات الحديد بالميكرومتر وأقل يعني يقاس بالميكرومتر لا يرى بالعين عندما كبرناه مئات مرات ظهرك مثل الصدع الأرضي الذي يحدث في الصخور يدل على أن المصمم واحد نفس القوانين الموجودة في عنصر الحديد موجودة في الأرض نفس القوانين موجودة في النجوم بالمنطق أحبة في الله الخالق واحد لو كانت العملية تتم من قبل الطبيعة وبشكل عشوائي أو بالمصادفات لا رأينا مئات القوانين المختلفة عن بعضها بينما عندما ننظر نرى أن الكون كله متناسق يخضع لنفس القوانين هنا أنا كتبت في الأعلى صورة لصدع حقيقي هذا هو هذا صدع حقيقي هنا وفي الأسفل صورة لصدع حقيقي مكبر مئات مرات في قطعة حديد هنا التشابه الكبير بين الصورتين يشهد على أن الخارق واحد ولذلك أقسم الله تعالى بهذه الظاهرة فقال والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل يعني ألا تصدقون أن هذه معجزة ألا تصدقون أن الخالق واحد الآن هنا أيها الأحبة أنا فقط أحببت أن أتأمل معكم قبل أن ننتقل إلى الإعجاز في رقم صورة الحديد وفي عدد الحروف الأفجدية التي تشكلت منها آيات الحديد إعجاز مبهر سنراه على البرنامج بعد قليل ولكن قبل أن أختم هنا نرى أن إذا تلفتنا من حولنا نريد أن نفهم لماذا قال فيه بأس شديد ومنافع للناس لماذا؟ لأن عنصر الحديد أيها الأحبة هو العنصر الوحيد الذي فيه خصائص فيزيائية لا يمتلكها أي عنصر آخر على الأرض تذكر كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومة في زمن النبي كانت هناك أكبر العلماء كان يعتقد أن الكون يتألف من ماء وهواء وتراب وعنصر رابع أربعة عناصر نظرية قديمة جدا كانت معتمدة وكان الناس يعتقدون بها زمن نزول القرآن الماء والهواء والتراب والنار أربع عناصر مع العلم أن كل عنصر من هذه يتركب من عشرات العناصر يعني التراب فيه كل عناصر الطبيعة النار يتألف من مجموعة من العناصر وليس عنصر واحد الماء فيه عنصرين أكسوجين وهيدروجين فبالتالي لم يكونوا يميزون طيب كيف ميز النبي في ذلك الوقت أن عنصر الحديد هو عنصر وأن رقمه الذر ستة وعشرين وأن عدده الذر سبعة وخمسين ليضع هذه السورة رقم سبعة وخمسين ويختار من حروف اللغة ستة وعشرين حرف نفس العدد الذر ليشكل لنا آيات الحديد ثم يضع هذه السورة في مركز القرآن كما أن الحديد في مركز الأرض ثم يقول لنا أن هذا العنصر هو الوحيد الذي يملك خصائص فيزيائية قوية جدا فيه بأس شديد يعني بالمنطق من أين جاء بهذه المعلومة أنا أسأل الآن كل إنسان لديه عقل من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومات ولخصها لنا في كلمات قليلة جميع الآلات أيها الأحبة والأجهزة يدخل في تركيبها الحديد محرك السيارة من الحديد لا يمكن صناعته من معادن أخرى أولا مكلفة جدا ليس فيها المتانة والصلابة الموجودة في الحديد ربما لا تتحمل درجات الحرارة التي يتحملها الحديد ومشاكل أخرى تنشأ لذلك محركات النقل السيارات والطائرات والصوار كلها من الحديد جميع وسائل النقل أيها الأحبة وسائل الاتصال أيضا صنعتنا الحديد أساسا طعام الذي نأكله اللباس الذي نلبسه الماء الذي نشربه وغير ذلك كل هذه الأشياء تم إعدادها بواسطة آلات صنعت أصلا من الحديد يعني هذه الفأرة الماوس التي أستخدمها صحيح هي بلاستيكية ولكن الآلة التي صنعتها حديدية هذا فيه عنصر الحديد مثال يعني يعني أنا كيفما تلفت أجد عنصر الحديد مثلا مفاتيح بريق الشاي ماذا تريدون الإضاءة التي أمامني أستند تتلفت هكذا الملابس التي ألبسها صنعت بآلات مصطوعة من الحديد جميع المعادن لو درسناها نجد أن الحديد له خواصا ينفرد بها وحده فهو المعادن الوحيد الذي نستطيع أن نتحكم بصلابته ومتانته بحدود واسعة من خلال إضافة بعض العناصر مثل الكربون يعني أنا أستطيع الآن أن أصنع لك حديد بمواصفات مختلفة جدا فقط بإضافة بعض ذرات الكربون وبسهولة وطريقة رخيصة جدا الحديد قابل للامتزاج مع عنصر النيكل ليعطي يعني عنصر أو خليطة غير قابلة للصداء قوية جدا مقاومة للحرارة مقاومة للرطوبة مقاومة هذه الميزة لا تتوفر في عناصر أخرى في الطبيعة أنت إذا غيرت فقط نسبة عنصر الكربون أو الفحم المضاف للحديد تتغير مواصفات هذا العنصر كليا سبحان الله تتحكم بالصلابة والمتانة طبعا الصلابة أيها الأحبة هي درجة تحمله للكسر صلب لا ينكسر أما المتانة هي درجة تحمله للشد يعني إذا تستطيع أن تحمل عليه ثقة كبيرة لا ينحني لا يتحمل قوى الشد فإذا هو يتميز هذا الحديد بالصلابة والمتانة هناك عناصر في الطبيعة مثل الألماس صلب ولكن لا يوجد فيه متانة تستطيع أن تكسره بضربة ينكسر مثل الزجاج الزجاج صلب جدا أصلب من الحديد ولكن ليس فيه متانة هناك عناصر فيها متانة وليس فيها صلابة تجدها مرنة مثلا مرن النحاس مرن ولكن ليس فيه صلابة سبحان الله هذا العنصر بالذات هو العنصر الوحيد الذي يتميز بهذه الميزات وتستطيع أن تتحكم بدرجة الصلابة على فكرة يعني نحن في الآلات التي نصنعها أيها الأحبة أنت تحتاج إلى حديد مرن نوعا ما أحيانا تحتاج إلى حديد صلب جدا تحتاج إلى حديد مرن ولكن فيه متانة متين فيه درجة مرونة قابل من أجل بناء الجسور أنت في بناء الجسور لا تستطيع أن تضع حديد صلب جدا سينكسر يعني أثناء التمدد والتقلص سينكسر وسيهوي هذا الجسر أو الكبري لذلك نحتاج إلى حديد مرن قابل أثناء مرور السيارات مثلا قابل للتمدد والتقلص ولا ينكسر بإضافة نسبة معينة من الكربون تستطيع أن تحصل على هذا الحديد هناك أحيانا أنت تحتاج لحديد صلب درجة صلابة عالية تريد أن تستخدمه مثلا في بناء السفن بناء المركبة الفضائية تحتاج إلى صلابة كبيرة بحيث لا يتأثر بي الحرارة لا يتأثر بي الغبار الكوني الرياح الشمسية القاتلة يعني هناك مواصفات تستطيع أن تتحكم بها فقط بمجرد تغيير نسبة الكربون وبعض عناصر الأخرى هنا أيها الأحبة شيء ثاني ميزة ثانية الطريقة التي تركبت فيها ذرات الحديد توجد بينها قوى عظيمة تشد هذه الذرات إلى بعضها ضمن مجموعات تسمى جزيئات الحديد هناك قوى داخل هناك بأس شديد داخل التركيب الجزيئي لأن الحديد لا يكون على شكل ذرات هكذا في الطبيعة لا يكون على شكل جزيئات يعني كل مجموعة من الذرات تشكل جزيئ حديد يرتبط مع جزيئ آخر القوى قوى الشد بين هذه الجزيئات قوى عنيفة جدا هذا ما يعطي الحديد متانته وصلابته عندما يضاف عنصر الكربون بنسبة ما طبعا نسبة قليلة يعني 1% أو 2% أكثر أقل فإن ذرات الكربون الأصغر حجما تتوضع في أماكن محددة بين هذه الذرات فتزيد من قوى الشد طب لماذا يعني هذه خصائص غير موجودة أيها الأحبة أنت لا تستطيع أن تصنع حتى من عنصر الذهب أن تصنع آلة تتحمل الضغط عنصر الذهب مهما فعلت فيه لا تستطيع أن تشكل سبيكة قوية ولا عنصر الفضة الحديد يجب أن يكون أن يدخل في تركيب أي خليطة قوية جدا عندما تضع عنصر الكربون ذرات الكربون هذه تدخل عبر جزيئات الحديد وترتبط بروابط كيميائية تزيد من متانة وصلابة الحديد وتزيد من مرونته أيضا هنا أيها الأحبة الحديد استخدم في الطبيعة كملابس في الحرب يتمتع الحديد بخصائص كثيرة تجعله المعدن الأقوى والأشد والأكثر نفعا العنصر الأكثر نفعا في الطبيعة هو الحديد الذهب لا تستطيع أن تنتفع به إلا للزينة النحاس له استخدامات محددة الألمنيوم له استخدامات محددة ولكن الحديد سبحان الله يدخل في كل شيء ولذلك يمكن أن نقول أن حضارتنا اليوم تعتمد على الحديد بشكل واسع ولولا هذا العنصر لم يتمكن البشر أصلا من صنع مركبات فضائية مثلا طائرات أجهزة اتصال لم نكن لتمتع بهذه الاختراعات ألا يدعونا ذلك أن نحمد الله تعالى يعني يا أحبتي هل تشعرون معي بهذه النعمة يعني كل شيء من حولنا يدخل فيه الحديد إما بشكل مباشر في تركيبه أو بشكل غير مباشر الألات التي صنعت هذه الأشياء طيب أليست هذه نعم خفية ينبغي أن نشعر بها ونحمد الله عليها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار والله أيها الأحبة الإنسان ظلوم كفار كل هذه النعم ثم إذا ضاق رزقه قليلا يكفر ويلحد وهو يتذمر ويشكو الله لعباد الله سبحان الله إن الإنسان لظلوم كفار الآية التي بعدها في سورة نحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم يعني انظروا من يدعي أن هذا الإله يريد أن يعذب الناس يقول لك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أيها الإنسان أنت ظالم وكافر ظالم لنفسك أن الله أعطاك كل هذه النعم فكفرت بها وجحتها وأنكرتها ونسيتها أنت تظلم نفسك ظلوم كفار على الرغم من ذلك قال لك في آية أخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم يعني أيها الإنسان على الرغم من ظلمك وكفرك وإلحادك وجحودك ونسيانك وغفلتك هناك إله غفور رحيم أنا لساني لا يستطيع أن ينطق بعبارة تناسب رحمة الله أكثر من قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء تخيلوا معي هذا الكلام العظيم ورحمتي وسعت كل شيء إذن أيها الأحبة يمكن أن نقول في ذرات الحديد وجزيئاته بأس شديد البأس كلمة تجمع عدة صفات المتانة والصلابة والمرونة وهذه العناصر وهذه الصفات الثلاثة عنصر الحديد فقط يتميز بالصفات الثلاثة كما قلنا قد تجد عنصر أو مادة صلبة جدا في الطبيعة مثل الألماس ولكنها سهلة التكسر تجد مادة صلبة ولكن ليس فيها مرونة تجد مادة فيها مرونة قابلة للمط والمد ولكن ليست صلبة الحديد سبحان الله يجمع العناصر الصفات الثلاثة هنا تتجلى عظمة القرآن عندما يصف الحديد بأن فيه بأسا شديدا قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد بأس شديد إذن أيها الأحبة الآن هذا العنصر عنصر الحديد عدده الذري 26 طبعا هنا أنا أحب فقط يعني هناك بعض الأحبة لا يعلمون ما معنى العدد الذري في الطبيعة أيها الأحبة هناك أكثر من 100 عنصر تشكل هذا الكون العناصر الأساسية الكون تبدأ بالهايدروجين فيه فقط إلكترون واحد سالب يدور حول نواد تتألف من بروتون موجب تمام هذا أخف عنصر في الطبيعة وهو رقم واحد العنصر الثاني هو عنصر الهيليوم عدده الذري 2 ما معنى عدد ذري أي فيه 2 إلكترون يدوران حول النواد التي فيها 2 بروتون يعني النواد فيها شحنة موجبة شحنتين موجبتين وعلى وفي الخارج يدور إلكترونين سالبين شحنتين سالبتين ف2 موجب و2 سالب يكون العنصر متعادل هكذا أي عنصر في النواد نجد شحنة موجبة تساوي الشحنة السالبة الموجودة أين في الغلاف الخارجي أو في الغمامة الإلكترونية أو في الطبقات الإلكترونية الحديد أيها الأحبة فيه 26 إلكترون فيه 26 إلكترون الحديد طيب وهناك في داخل النواد هناك 26 بروتون موجب إذن لدينا 26 إلكترون سالب في الخارج و26 بروتون موجب في الداخل أصبح لدينا ذرة متوازنة الشحنة مجموع الشحنتين صفر لأن السالب يفني الموجب الآن أحبتي في الله في النواد يوجد بالإضافة للبروتونات يوجد عناصر أو جثيمات دقيقة ليس لها شحنة تدعى النيوترون ليس له شحنة عدد النيوترونات هذه أحياناً يكون أكثر من 26 وبالتالي فإن الوزن الذري للحديد يكون أحياناً كبيراً أو صغيراً يعني يمكن أن يكون مثلاً خمسة وخمسين ستة وخمسين سبعة وخمسين ثمانية وخمسين هناك أنواع كثيرة في الطبيعة ولكن هناك نوع مهم جداً له خصائص مغناطيسية هو الحديد سبعة وخمسين له خصائص مغناطيسية سنتأمل الآن أيها الأحبة طبعاً هنا أحبتي في الله يعني أنا لدي هنا أنا لدي هنا الدراسات العلمية تدل أو تثبت أن الحديد لا يمكن أن يتشكل إلا في قلب النجوم الكبيرة ذات الحرارة العالية فتشكل الحديد يحتاج لنجم يزيد عن كتلة الشمس بأكثر من ستة وعشرين ضعفاً تشكل ذرة الحديد يحتاج لنجم يزيد عن كتلة الشمس ستة وعشرين ضعف وأكثر نجم عملاق إذن الحديد لا يتشكل لا على الأرض ولا على الشمس ولا حتى على النجوم التي حجمها قريب من الشمس يجب أن يكون لدينا نجوم عملاقة إذن الحديد نزل من خارج المجموعة الشمسية ووصل إلى الأرض عبر كما قلنا الغبار الكوني وبالعين النيازك التي ضربت الأرض طبعاً هذه الصورة للوردة الحمراء المدهنة وهي تمثل موت نجم عملاق موت نجم عملاق هناك درجة هائلة جداً في قلب هذا النجم سبحان الله طبعاً هنا على الهامش ليس موضوعنا ولكن هذه الصورة تشبه الوردة تمثل انفجار نجم نجم ينفجر تم التقاط صورة له أحبتي في الله فكانت بهذا الشكل يعني حتى يسمى هذا السديم الوردة روز السديم الوردة سبحان الله يوم القيامة الله أنبأنا عن شيء سيحدث أن السماء ستنشق والنجوم ستنهار النجوم ستنفجر السماء ستنشق وإذا الكواكب انتثرت طيب انفجار النجوم الذي أنبأنا عنه القرآن كيف عبر عنه قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يعني مثل وردة مدهنة بألوان زاهية انظروا هذه الألوان طبعا هذه الصورة أنت لا يمكن أن تراها بالعين المجرد لأنها بعيدة جدا هذه بالكمبيوتر هذه الصورة بالأشعة مثلا بأشعة غير الأشعة الضوئية المرئية وتم تعديل الألوان بحيث تعطيك مشهد حقيقي لو قدر لك أن تخرج وتشاهد هذا الانفجار بعينك سترى هذا المشهد هذا المشهد صوره لنا القرآن وقال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يعني أيها الملحد الذي تنكر يوم القيامة كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن انهيار الكون وانفجار النجوم سيعطينا وردة كالدهان وردة مدهنة كيف علم هذه الحقيقة أنا فقط أريد أن أسأل إذن هذا النبي رسول صادق رسول صادق لا يمكن أن يأتي بمعلومة بهذه الدقة في ذلك الوقت أن يتحدث عن هذه الوردة سبحان الله هذه الصورة طبعا التقطت في وكالة ناسا طبعا وهنا المرجع أيها الأحبة طبعا هنا أيها الأحبة أنا وضعت بعض مرجع جامعة أوريغون حول موت النجوم وتشكل الحديد هذا مرجع على موقع جامعة أوريغون جامعة شهيرة ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر